ما هو التأثير الخطيئة على الإنسان؟ قتلاها أقوياء والكلام ده احنا بنشوف مثلا كمثال على القصة دي فكرة قتلاها أقوياء بنسترجع مع بعض قصة شمشون شمشون كان نزير لله وكان في روح الله الله ميزه بالقوة أن يقدر يتغلب على أعداؤه لكن بنشوف بخدعة صغيرة أو بضعف من شمشون ناحية دليلة باللجيب يعمل إيه شمشون؟ بيضعف ويقول لها السر لله كلموا أن ما تقولوش لحد لأن ده السر القوة ويبتدي يتخلى عن عهد النزر بحلق شعره فبيضعف فبينتهي شمشون طبعا باقي القصة أن شمشون انتقم في الآخر لكن الفكرة هنا أن الخطية بتبدأ بحاجة صغيرة والرسول يعقوب بيتكلم عن الخطية لما بيقول عن أن الخطية بتبدأ بيجرب إذا انجازب وانخدع من شهوته الشهوة إذا حابلت ثلاث خطية والخطية إذا كاملت تنتج موتا فهنا بنشوف أن الخطية مش بتبدأ وحتى الشيطان مش هيبدأ معاك بالحاجة الكبيرة بيبتدي تفكر وبعد كده الفكر يشتغل معاك وبعد كده بيحصل تطور للفكر الغيط ما تاخد فكرة الخطية عشان كده المسيح عالج فكرة الخطية من التفكير في الخطية وبنشوف لما بيقتبس وصية من الوصية العشر بيقول مثلا لا تقتل سمعت أنه خيلة لا تقتل فهنا بيقول لك إيه أما أنا فأقول من يغضب على أخيه بطلا فهو بيمنع القتل جزر القتل والغضب والتفكير في القتل الكراهية في القلب بالضبط لا تزني أما أنا فأقول من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زن بها في قلبيه فهنا تأثير الخطية موجود في العالم وفي المجتمع ونقدر نشوف رسول العقوب برضو بيتكلم حتى يمكن ده يؤكد اللي بيحصل في عالمنا النهاردة الحروب وأخبار الحروب لما بيتكلم عن من أين الحروب ومن أين الخصومات أليست من شهواتكم الساكنة في أعضاءكم لذاتكم الساكنة في أعضاءكم فهنا بنشوف أن ده جزء بيتجزأ من الإنسان فوجود الخطية في حياة كل إنسان أمر موجود وواضح وتأثير الخطية على الإنسان تأثير قاتل لأن الكتاب بيقول في سفر حسقيال أصحاح 18 النفس التي تقطئ هي تموت وفي روميا 6 بيقول لأن أجرة الخطية هي موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر